طيب خليني أسألك إيه هو المطلوب من بعض الصناعات المحلية لتجويد منتجاتها عشان تقدر أو تكون قادرة لمنافسة المنتجات الخارجية بص حضرتك حرفية في التعامل مع المنتجات أنا النهاردة حضرتك فيه منتج دائمي ليه مواصفات معينة يعني مواصفات ده حاجة أساسية لكن في نفس الوقت لازم أقل المصرف تشغيله إحنا تكاليفة التشغيل محدش بيحسب لها كتير هو معظم الناس بتحسب قصة شريط خبات بكامها بعد كام نظامش كده خالص يبقى أول حاجة تكاليفة تشغيل بالضبط طبعا تكاليفة التشغيل الحاجة الثانية برضو هو لما بيعمل منظومة كواليتي منظومة جودة متكاملة بتقلله برضو تكاليفة سعر المنتج النهائي إحنا محتاجين نصرف على المنتج بتاعنا كويس الحاجة الثانية أنا أشوف المنتج البديل ده هو المنتج البديل اللي دخل عندي مصر ده وبسعره أقل من عنده وصنعه إزاي؟ كيف فيه تكنولوجيا معينة استخدمها أقللي التكاليفة الإنتاج؟ يبقى لو المصنع بتاعشغيل بطريقة تقليدية محتاج مكان حديث أو تكنولوجيا أحدث بحيث تقدم منتج أفضل بتكلف أقل ألجأ إليه اتقل الانتجاب بتاعت الماكنات معينة لو حد النهاردة عنده مصنع معين اتقل الانتجاب بتاعته بينتج 10 ألف وحدة سيب الوحدة بتكلف مثلا جنيه واحد جنيه لو جاب مكانة تانية بتطلل له 20 ألف وحدة هالتكلفة تقل لـ 50% فهو المستثمر المصري أو رجل الصناع المصري التكنولوجيا الحديثة عن تقليد يعني إزاي قال لتكلف تشغيل بتاعته إزاي قال لتسعر المنتج بتاعه إنه هو التحدي بتاعه هو اللي أضرب المنتج بتاعه وأضرب المنافسين حاجة تانية محتاج أدرس الصح صحة كويس يعني أنا منفعش أنزل المنتج لما أكون عارف المنافسين وعارف أسعارهم وأشوف مش عيب أشوف المنتج اللي جاي من الصين أو جاي من أوروبا هو سعر أقلي مني ليه أميز نفسي بالضبط أشوف المنتج البديل ده فيه إيه أو إيه الاختراع الجديد اللي فيه وأنا أعمل أو أجود الأفضل كده هيكون فيه إقبال على منتجاتي وأقدم حاجة تاني بالإضافة أقدم إزا تنافسية ما هي مش كل حاجة السعر ما لو باخد منتج مفوش خدمة ما بعد البيع وسعر رخيص ما أنا مش عاوز أستفاد به لكن أنا لو أقدم خدمة أنا لو عندي منتج مصري في أجهزة إلكترينية مثلا وبقدم منتج ده منتج مصري المصنع بتاعه موجود في مصر فيه خدمة ما بعد البيع خدمة كويسة وحقيقية وبتخدم فعلا المنتج ده أكيد أنا هشتريه حتى لو منتج تاني أقل السبب فيه ضمان موجود عليه ينفع أرجاع عفن أبسط حاجة الموبايل بتاعتنا كلنا أي حد ينزل الشير الموبايل فين يسأله عليه ضمان ولا لأ يقول لك لأ أصلي ده جاي منبارة طبعا أنا أخذه ليه ما هو رخيص فعلا بس لما فيه حيث حصل فيه مشكلة عفن هيكسكلود على جنب لكن لو عند منتج عليه ضمان مصري أكيد هشتريه نعم فيه برضو هي الفكرة المنتج المصري هو اللي عليه دور كبير جدا في وضع المنتج بتاعه مكان لمنتج المستورة الدولة محتاجة تساعده لازم تساعده يعني مش دور المصري تساعده ازاي؟ تساعده ازاي؟ أولا فيه حاجات تعقيدات بروقراطية بتعلي التكلف على المنتج محتاجة تفادها فيه بعض القوانين اللي بتزود التكلف على المنتج المصري برضو محتاج ألغيها مش عيب نراجع كل حاجة احنا مش كل حاجة ما في مصر ماشي غلط ولا كلها ماشية صح فيه حاجات امتيازات كويسة نحافظ عليها فيه حاجات خطأ نصلحها الحاجة التانية زي ما قلنا في بداية الكلام لما قدم أنا عجبتني جدا جدا فكرة الموضوع الخامسة في المئة المبادر من أفضل الحاجات اللي قدمت للصناعة المصري يمكن الصناعة استفادت منها متأخر شوية نتيجة كان فيه فيه عدم تنسيق بين قطاع الصناعي والتعقيدات اللي فيه وبين قطاع البنوك اتحلت كان معظم كان من ضمن شروط المبادرة ان المصنع لازم يكون فيه رخصة رخصة تشغيل كان فيه نتيجة مشاكل قبل القانون الترخيص الجديد ما يصدر ان معظم مصنع في مصر ما كاش فيها ترخيص نهائيا لما بدأ المبادرة تنفذ فوجه انه مفيش حد من مصنع بياخد قروض الا عدد محدود جدا نتيجة الترخيص المصنع انها تبدأ تستفاد من مبادرة لان معظم الصناعات غير ما لو يسأل بيئة كلها بالكامل اصبحت بالاختار حلو ده ما ده توفير وقت هم اجهود لما اصحب المصنع النهاردة كنقعد ثلاثين ثلاثة علشان ناخد رخصة النهاردة بيخدها بالاختار من قبل ما يبدأ الانتاج انا ركبت المكان بتاعي مصنع جهز للتشغيل بيبعث اختار للتنمية الصناعية انا هلقمت بعد شهر بعد اتين بعد ثلاثة وقتبر التاريخ اللي بيحدده خلال ثلاثين يوم لازم يرد عليه ما ردوش على اصبح معها رخصة الكلام ده ما كانش حد يحلم به عفوا السنة اللي فاتت ما كانش حد يتخيل ان ده حصل موجود في مصر ان احنا ناخد رخصة بالاختار في مصر في اخطاع صناعي واقولك حلم ليه انا كنت شاهد عيان على مجموعة مدن صناعية في احدى المحافظات قعدت لمدة سبع سنين كمين كان فيهم 13 مصنع بس المرخصين 13 مصنع بس من بين مئات المصنع مئات المصنع وده طبعا اثر بشكل كبير على اقتصاد مصر وصندوق الدولة بالزبط لما جات النهاردة قانون الترخيص الجديد واصبح الترخيص بالاختار واصبح فيه تيسيرات ما كانش حد يتخيلها الوقت اتغير تماما عشرات المصنع المغلقة نتيجة عدم وجود رخصة تفتحت عشرات الاف فرص العمل بدأت تتوفر قرار واحد بس اتعرض لضغوط كتيرة من اكتر من ناحية يمكن السنة اللي فاتت والسنة اللي بدأت فعلا يشوف امتيازات كتيرة بدأت الوضع يضغير نعم زيميلي حسين عنده سؤال عايزي سألولا انا لمس الكلام اللي حضرتك بتقوله وان فيه توجهات كتيرة من الدولة لمسندة القطاع